مين منا مش مارئ بها الشارع بوسط بيروت وكم حدا منا بيعرف شي عن هالمبنى عزيوي المبنى الشاهد على الحرب كان موجود أيضا بأيام الزمن الجميل ويعرف بالجران تياتر أو المسرح الكبير نبنى أيام الانتداب الفرنسي وكانت تعرض فيه أهم المسرحيات فهون انعرضت أول مسرحية ليدية بلبنان بأربعينات القرن الماضي بحسب نائب الممثلين جون أسيس ميشيل هارون المسرحي والسينمائي اللبناني قرر بزمن الانتداب الفرنسي بالأربعين أو واحدة واربعين سنة ألف تسامية واربعين يعرض مسرحية بالجران تياتر كانت بيروت أنا دايق خاض على النظام منع التجول اعتبارا من الساعة سبعة المساء فميشيل هارون راح يحكي مع السلطات الانتداب قال له شو الحل بيعطي المسؤول الفرنسي إذن إنه كل واحد بيشتري بطاقة للمسرحية هالبطاقة هي جواز مرور يتخطى منع التجول وفعلا الناس يعني بكثافة إيجت على المسرح بوقتها وكان محطة لمعظم الأعمال الفنية الكبيرة إحنا بنعرف بزمن الانتداب كان بعده المسرح اللبناني مسرح محدود بعطاءاته كانت هالمسرح يستقبل فرق أجنبي وفنانين أجاني بيقدموا أعمالهم بهالمسرح ذكر إنه أم كلتوم غنت حتى وضيع الصافي غنى حتى صباح غنت هنيك فيروزي ممكن غنت هنيك الحقيقة ما عنا أرشف دقيقة بقي هالمسرح يشتغلها بدايات الحرب اللبنانية بدايات الحرب توقف عن الشغل طبعا أما حول مصيرها الممنى الأديم فهذا اللي خبرنايه بالجران تياتر بوقتها يعني بطل مسرح واشترته إحدى الشركات واللي عرفناه أنه بدي حولوا لجران ماجازان لمخزن كبير لمخزن تجاري أو مقر تجاري كبير وهذا شي بيحزن مثل مصار بكتير من المسارح التاني يعني مسرح المدينة الأول اللي كان بكلموصول تحول إلى مستودع تجاري بحاجة الفنانيين اللبنانيين عن جد بحاجة لصلاة يقدموا فيها أعمالهم وإبداعاتهم هالمسرح صلت عليه الضو بعد الحرب بوفائقة حمل اسم جران تياتر أتيل أوف بيروت ولكنه اليوم ناطر بصمت أنه يتحدد مصيره بوقت عم تفتتح بعدد من العواصم العربية دور أوبرا ومسارح بلبنان مسرح ولدتاني عم يختفوا أو منسيين وهذا النموذج ورايه هو كمان جزء من الزاكرة الوطنية يلي عم تنتسى جورج عيد أم تي بي